محور فلادلفيا لم يعد فقط عنوان الخلاف الرئيسي في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة فهو كذلك سبب رئيسي في خلافات المستويات السياسية والأمنية في تل أبيب حجم الخلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو ووزير الجيش يو آف جالنت اتسع مداهو خلال جلسة تصويت المجلس الأمني المصغر الأخيرة على مقترح بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فلادلفيا الذي يفصل الحدود المصرية عن قطاع غزة والتي انتهت بتصويت الأغلبية لصالح الإبقاء على السيطرة على المحور تحمل وزير الجيش عبء معارضة هذا التوجه وحده لإدراكه أن استمرار القوات الإسرائيلية سيعقد احتمالات إبرام الصفقة لإصرار مصر وحركة حماس على انسحاب إسرائيل من المحور بينما امتنع وزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن كفير عن التصويت لرغبته في عدم تقليص قوات الجيش في المحور بعد أن رأى أن القرار يتضمن تقليص عدد القوات به حال التقدم في الصفقة وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أن جلسة الكابينت شهدت مشادات بين نتنياهو وغالانت فيرى رؤساء الأجهزة الأمنية كافة أنه لا معنى أمنيا للبقاء في فلادلفيا وقدم جالانت خلال الاجتماع وثيقة تظهر أن إسرائيل في مفترق استراتيجي فإما الصفقة وإما احتمال الحرب الإقليمية وهو ما يتجهله نتنياهو حيث يرى أن السيطرة على فلادلفيا من أهم مكاسب الحرب بدعوى خنق حركة حماس في المقابل ردت عائلات المحتجزين على قرار الكابينت الخاص بإبقاء القوات الإسرائيلية في محور فلادلفيا مؤكدة أن نتنياهو لا يفوت أي فرصة لإفشال الصفقة السبب ليس محور فلادلفيا بل هو كذبة فلادلفيا التي تهدف إلى إفشال الصفقة الانقسام الإسرائيلي حول البقاء في فلادلفيا يعكس حجم التخبط في الداخل الإسرائيلي والفجوات الكبيرة بين ساستها وجنرالاتها ويشي بأن المفاوضات ربما تروح مكانها وفق ما يريد نتنياهو سعيا للبقاء في السلطة اشتركوا في القناة